توجى نادي الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي بعد تغلبه على الأهل وبذلك يتأهل الفارس الأبيض للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد للمرة الخامسة في تاريخه كان الزمالك شارك في مباراة السوبر بصفته بطلا لدور أبطال إفريقيا فيما جاءت مشاركة الأهل وصيف كأس الكؤوس الإفريقية بديلا عن البطل النجم الساحلي التونسي والذي اعتذر سابقا عن عدم خوض اللقاء